هو احتجاج لعشارات المواطنين أمام مقر بلدية وادي الجمعة في ولاية غلزان وقطع للطريق الوطني رقم أربع عقب عملية الإفراج عن قائمة 350 سكن اجتماعي والتي تسببت في حالة من التدمر والقلق وسط المقصيين الذين أعابوا على السلطات طريقة توزيع هذه الحصة السكنية مواطنين تعبالي توجي معهم راكم تشوفوا تعالق قائمة 350 ما فيهاش خمسة يستاهلوها كامل ما عارف سعب ما عارف هنا يا ثرزو كيلي عندو استدرالي ماداش كيلي عيلة كاملة عندو بالك 8 كنين في الدار ما كاش الليدة يا راليس هذي الليدة وحنا راناولادوا هذه الجمعة والله ما يستاهلو والله ما يستاهلو وأسباقي يا يا أخوي حنا هذو السكن اللي رام يتبنوا هذو خدمنا فيهم بالشنطيات مانوفرية خدمنا فيهم وقارعنا فيهم حتى شبعنا مقسيون طالبوا بإلغاء هاته القائمة والتي حملت أسماء لا تتوفر على شروط الاستفادة عاود قائمة من جديد ناس لي وكفت وباتة البارحة ومن أسموتهم هنا لا لسا تتعاود ويبانوا قلالليل حنا كيدي قلالليل نفرح وقال بعضنا بعض قلالليل موشده يقلل رمضي يا نسحب دراهم ومن جهتها السلطات المعنية كشفت عن تفاهمها لهذه الاحتجاجات ووعدت بدراسة طعون المقسيين وعلى أمل إلغاء هاته القائمة تبقى آمال شريحة واسعة من سكان بلدية وادي الجمعة في توديع أزمة السكن والاستفاد من سكن اللائق يكفل لهم كرامة العيش